كورونا في العراق والآن وقد بدأ نظام الزوجي والفردي والعالم كله وليس العراق لوحده هو الذي لجأ إلى هذا القرار ولكن تساعد وتزايد عدد الإصابات التي بدأت تتراوح من الخمسين إلى الثمانين وتعبر الثمانين هذا أمر ملفت للنظر وفي بعض الأحيان يحق لأنفسنا أن نقول أنه مقلق فكيف إذا أصبح التلامس والتجمع أكبر من هذا بمعنى إذا زادت الأعداد كما هو اليوم خمسة وثمانين بمعنى في فتح الحذر ونزول السيارات والمواطنين سترتفع الإصابات وتعرفون هذا ماذا سيؤشر سيؤشر مع ارتفاع الإصابات بأننا بدأنا وكأننا اليوم في فيروس كارونا يعني كأنه بدأنا اليوم وهذا الوقت اللي إحنا كله قضيناه بالحجر وبالتعقيم وبالتطهير وبغيره وبغيره هذا يعني كان وقت ما استفادينا مننا مثل ما استفادت مننا الدول الأخرى فلذلك نرجو الانتباه ونرجو أيضا من قواتنا الأمنية البطلة أن تأخذ دورها وهذا الدور كيف ممكن يكون في المحلات وفي الأسواق يعني المحل اللي يجي المواطن يجب أن ما تدخل الناس خلت تدخل على شكل وجبات مثلا شوربر ماركت مخضر يطبون عشرة يتسوقون العشرة يطلعون يطبون عشرة والقوات الأمنية تنظم هذا السرط حسنا مرات أنا أعتب على القوات الأمنية أو أطلب على القوات الأمنية بس يصدر القوات الأمنية بتحرص الصيدلية وتحرص الفرن أو تحرص المتجر وتحرص الكذا حسنا خلونا نتحمل مسئولية أنفسنا لا نقف ب والحم صف الله و زجارتك عندما تéquبedeك وتسوّنف جمعه ياخي خلي مترو بيانك وبيانيا خلي مترو بيانك وبين أختك خلي مترو بيانك وبين قرايبك أو طبة تسوق حجتك ولبس جبك ولبس كمامتك ترى الوقت يعني مو وقت بطر